متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة وما زلنا مع برنامج كنفا قلت لكم ان كنفا نزل فيه تحديثات كتيرة جدا وكان التحديث المميز هو كنفا AI كلمت عنه في فيديو سابق وحوطي لك ايضا الرابط في الوصفة اسفل فيديو لهذا الفيديو لو ما كنتوش اتفرجته عليه النهاردة حتكلم عن بعض التحديثات الاخرى الموجودة واللي تم الاعلان عنها من خلال كنفا create واللي دلوقتي تقدر انت تخش عليها لو دخلت على حسابك على كنفا هتلاقي فيه هنا عندك زي present او هدية لو دوست عليها هيقول لك see what's new وهيديك الحاجات الجديدة اللي موجودة داخل كنفا من الحاجات المميزة اللي هنتكلم معنا عن النهاردة لان في ده حديثات كتيرة ايضا ولكن النهاردة هنركز على شوية حاجات بتهم منشئ المحتوى بشكل عام من ضمن الحاجات المميزة الموجودة من وجهة نظري الفوتو ايديتور الفوتو ايديتور اصبح موجود لوحده هتقولولي طب حنروح يعني علي منين ونحن كل شوية هنخش على الجزء ده عشان نروح مثلا هنا هتلاقي الفوتو ايديتور لا بمنطقة البساطة انت لما تيجي تروح على canva.com تروح هنا لو انت مظاهر لك الفوتو ايديتور انا ظهر عشان استخدمته لو رحت على see more هتلاقي عندك هنا الفوتو ايديتور وظاهر عندي علشان انا استخدمته كذا مرة هنا انت بتستخدم الفوتو ايديتور او التعديل على الصورة لوحده يعني لو انا دست كده على الفوتو ايديتور هنا كمان بيديك الحاجات الجديدة من الحاجات الجديدة اللي انا كلمتكم عنها في فيديو سابق هو background generator امكانية ان انت تغير background مش تشيل background تغير background لكن قلتلك للأسف الموضوع ده موجود في البرو بلان ومن وجهة نظريه عشان تقدر تستفيد من cover بشكل كبير لو انت معتمد عليه اعتماد كل في شغلك اعتماد كل في محتويك فاعتقد ان الخطة المجانية هتكون محدودة الى حد كبير وبرضو مش بعمل اعلان لcanva طبعا انا بس بقولك على الخبرة بتاعتي الشخصية في استخدامي مع canva ايضا ال background remover موجود في البرو بلان ولكن من الحاجات الحلوة قوي جديدة ايضا الموجودة في canva الجزء المتعلق بالperspective correction معارش انت كنتوا بتشوفوا الperspective correction ولا لا ولكن في امكانية ان انت يعني تعمل عمق يعني بيستخدموه دايما المصممين عشان يعملو عمق او تغيير في الصورة فسي مثلا انا اخترت الperspective correction بالمنظر دا اخترتو وابتديت مثلا اعمل اختيار للصورة دي هيبتدي حولني للشكل اللي هو الخاص بالفوتو ايدوتور هنا ممكن ان انا اعمل rotate لو انا حبه وهنا ممكن اجي للperspective بصوا هبتدي ان انا هنا اخلي تأثير اللي بعمله horizontal هنا ممكن دا يدي عمق شوية لي الصورة زي ما احنا شايفين وهنا ممكن تعمل smart crop هنا فيه امكانية انت تعمل compare عشان تقارن بص دي الصورة القديمة دي الصورة الجديدة اختار aspect ratio زي ما انا عايزة الaspect ratio اللي انا عايزاه انا افضل لانا خليني على الoriginal فيه كمان ممكن اكبر شوية كمان لو عايزة اهو وابتدي اقول له done ويبقى انا هنا هعمل save وده شكل الصورة الجديدة هنا قال لي saved to uploads من الحاجات اللي عجباني قوي ال ai voice وال ai voice عشان نجربه هنجربه على text نفترض مثلا say ان احنا روحنا كده ده نروح لcanva هروح بس الحاجة فيها text ونفترض حاجة زي كده حاجة بسيطة كده زي دي ممكن اروح كده اعلم عليها وابتدي ان انا اروح لعلامة الالم اللي هو magic write وفيه حاجة تحت اسمها generate ai voice لو دست على generate ai voice ممكن انا هنا select the voice نفسه el voice Arabic يا رب بس تلاقي العربي Arabic عندك نوران وعندك كريم اختر نوران generate ai voice بعد ما اسمعه وحيبتدي ان هو يضاف عندك تحت هنا و حبتدي ان انا اسمعك الصوت تهديد محتمل ام فرصة ذهبية طبعا تقدر ان انت تعمل الكلام ده على تاكست كبير ولكن ايضا انا بوريك ان انت عندك ال ai voice او generative ai voice عايز تعمل مثلا اعلانه على منتجك وعايز تعمل فيديو صغير بسيط وتعلق عليه فالموضوع ده هيخدمك بشكل كبير جدا من الحاجات برضو الموجودة لو انت مهتم بي canva websites ان دلوقتي فيه امكانية ان انت تضيف sections مش تضيف page يعني فيه اختلاف كبير جدا ما بين الجزء ده وجزء ده هنا سيه مثلا انا لو قفت هنا وعايز اضيف section للصفحة نفسها تحت هنا ممكن اقف كده وادوس write click واقول له add section هيبتدي ضفلي section زي ما احنا شايفين بس احنا فين احنا في page 1 احنا مش في page 2 فادي section الجديد section الجديد ده فيه قدرا ان انت تتحكم يعني اخذي خلينا كده الطول بتاعه تبتدي بقى هنا تحط اللي انت عايزه في section ده فحتة ال add section ده حاجة من الحاجات الجديدة اللي خليت فيه flexibility شوية ومرونة في انشاء الweb sites لو انت مهتم بالweb site لو انت وقفت عليه مرة تانية وقررت ان انت مش عايزة section ده بتروح تدوس delete هياملك ايه؟ هياملك delete للsection ده مش هياملك delete للpage نفس الموضوع لو نزلنا تحت الاخر خالص يعني هنا يعني بصد ده كل ده section يعني كل ده بيجي 2 عايزك تشوف كده كل ده بيجي 2 هنا add page ده بيجي جديد فممكن هنا اقف الحتة دي right click وابتدي ان انا اقوله add section عمالي section تحته ممكن اتحكم زي ما احنا شايفين فيه حط بقى هنا اي حاجة نشوف حاجة تانية من الحاجات الجديدة اللي موجودة في canva من canva create حاجة من الحاجات اللي تم عليها تحديث وحتاج من الناس كتير جدا اللي بيحبوا الاكسل وعايزين يكون شكل مختلف شوية ويستخدموا الشيط داخل canva تستفيد من الزكاة الاصطناعي وتستفيد من الخاص بال actions اللي احنا هنشوفه النهاردة لو رحنا هنا على sheet بالمنظر ده كده هنا فتح لي sheet عادي جدا زي ما احنا شايفين الجزء ده وبتدي اقوله import data وارفع data بتاعتي ممكن اضيفه هنا على طول هقوله replace current page وهنا بقى ممكن انا اشتغل على sheet بتاعي بطرق مختلفة اروح بس ايه اوسع شوية الكولومن ده ابتدي اروح هنا اغير ال background بتاعي اللون مثلا الاصفر اللون الورنج اللون ال grey ابتدي هنا الكولومن اغير كده الالوان ممكن هنا بصوا اقدر ان انا اعمل replace عادي جدا ما بين تقولهم اغير اماكن تقولهم اقدر هنا اعلم على ده وابتدي اروح اغير الالوان تماما بالمنظر ده كده ممكن اخلي background بتاعه اصفر الجزء ده كده ممكن يكون اللون الاخضر الفاتح هيبقى حلو جدا معيه اختار اللون زي ده مثلا هنا ممكن اخلي كأني بشتغل على excel sheet طب بعض هتقول لي طب انا ممكن اعمل الكلام ده excel sheet ما فيش اي مشكلة هنا ممكن تعمل حاجات حلوة قوي ان انت مثلا ساي تروح على الجزء ده كده تعلم عليك كده بالمنظر ده وتبتدي ان انت تروح على actions وتبتدي تقول له مثلا ساي ادي لي ماجيك شورتز يمثل الجزء ده وهنا ممكن ان انا اكتب ask a question to generate AI powered insights مثلا انا هقول له generate على طول مش هكتب اي حيك نشوف ال insights اللي حدي يخد بالك انت ديك 499 500 credits لان انا استخدمته مرة هبتدي اشوف هيديني ايه مش هكتب حاجة معينة يعني هنا data insights of the page بيديك بقى ال page بتتكلم عن ايه بيقول ان ال data set دي contains كذا بيديك تفصيل لها وفي الاخر خالص كمان بيديك شكلين ممكن تستخدمهم age distribution of users وعندك popularity of social media ممكن اضيفه هنا المنظر ده بصوا interactive ازاي ممكن كمان اضيف ده ايضا interactive زي ما انتم شايفين تقدروا تضفو ل excel sheet ممكن كمان ان انتم تعملوا ايه ممكن انتم وتضيفه ال insights دي هنا copy وتبتدي تضيف اللي انت عايزه في بقى امكانية ان انت تروح كمان مثلا سي تقف هنا وتبتدي تعمل تاخد actions مثلا ان انت mention تضيف date drop down ده من الحاجات الحلوة قوي يعني لو انا جيت هنا مثلا say total users وابتدي تعلم على column ده واروح هنا ل actions وقول actions اللي انا عايزه اخده هو drop down ايه بقى عايزه مثلا high medium low لو انت وقفت هنا 200 million مثلا high 150 high 400 medium high high 150 high 60 هنقول medium 53 low يعني تقدر انت تستفيد من drop down list في الحالة دي لو انت ضفتها بال templates اللي هو عطي حلقة الخاصة به drop down list زي ما احنا شايفين انت لو قفت هنا تقيني actions ونزلنا تحت كده وروحنا للdrop down هلا في كذا حاجة مختلفة في drop down الحالة حاجة انتهت in progress not started تنفعك قوي لو انت عامل شيء اكسل وحطت فيه شوية tasks معينة هتعملها فتبتدي انت تقول تبتدي تختار الموضوع ده خلاص in progress لسه شغل عليه done انتهى not set لسه ما حطتش تصور له not started لسه ما بتديتوش فيه كمان create drop down list تقدر تعمل create drop down list لو انت حابب وطبعا تقدر تقف هنا مثلا وتخلي الموضوع مش لو هنا الموضوع currency بتختاره more formats موجودة وفيه امكانية انك تحط الفورميلة فيه حاجات كتير جدا فيه كمان في ال actions تعال كده نشوف في ايه كمان في عندي magic write ممكن اكتب الذكاء الاصطناعي في حاجات كتير قوي موجودة جوا حبيت بس الفت نظرك لهذه التحديثات في المت سيلز ممكن هنا مثلا سي اخلي الخانة دي ل notes ملاحظات اروح هنا format winter وابتدي اجي هنا مثلا say واعلم على الجزء ده كده وابتدي اروح لل actions واختار في empty cells املى بقى الحاجات الفاضية دي هشوف هيديني ايه هنا هيديني شوية ملاحظات لذيذة جدا هيقول لي في انديا مثلا attract بتعمل attraction عندك الفيسبوك ريمين دومينا دي شوية زي ما احنا شايفين كده شوية معلومات حلوة ممكن انا اضيفها لال excel sheet بتاعي بناء على الموجود جوه ال excel sheet هنكتفي بكده النهاردة في حاجات كتير جدا دلوقتي تحديثات كتيرة جدا موجودة داخل canva create بحاول لنا كده كل فترة اقول لكم شوية تحديثات ممكن تفتكم اشوفكم في فيديو قادم باذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد ولكنت فعلا شايف المحتوى اللي احنا بنقدمه بيفيد ما تنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنت متابعينا الاعزاء ما تنساش like share و comment دمتم فراعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة